السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم بكل خير صباح جديد صباح سعيد صباح الامل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع اشراكة شمس يوم جديدة وصباح جديد صباح سعيد اهلا بكم ومسابقة جديدة مسابقة سعيدة يلا قوموا علشان خاطر نبدأ مسابقتنا مسابقتنا اللي كلها امل وتفاؤل وسعادة ان شاء الله بإذن الله الرشاقة سعادة الرشاقة سعادة فعلا والله الرشاقة سعادة الرشاقة هتلاقيها بتغير لك حياتك بالكامل واسأل الناس اللي جربتها اسأل الناس اللي حققت حلمها واطمحها ان هي توصل لحلم الرشاقة اسألهم هل اصبحتم سعداء هيقولولك ده احنا كنا شايلين هموم على قلبنا ده احنا ما كناش عايشين اصلا اذا الرشاقة سعادة كنت اتذكر وانا قاعد قبل ما اصور على طول وقت ما كنت بدعي ربنا ساعة صلاة الفجر في رمضان ليلة سبعة وعشرين اللي بنعتبرها ان هي ليلة القدر كنت افضل ادعي ربنا علشان خاطر يحقق امنيتي امنيتي ان انا كنت ابكي كده والله اسح دموع كده واعد اقول يا رب يا رب نفسي اوصل لحلم الرشاقة نفسي اخس يا رب نفسي اخس علشان خاطر انا ما بقيتش قادر ما بقيتش بقيت تعبان مش قادر امشي كل خطوة بحمل وكل خطوة بهم بحس ان انا لما كن نازل رايح مشوار اكني رايح اتعاقب مش نازلت امشي بحاول ان انا ادور على اي حاجة تنقلني من المكان ده وتوديني المكان ده لدرجة ان الواحد كان يقعد يقول ايه مفيش حاجة كده زي الافلام ادخل فيها كده زي حلقة كده ادخل فيها اطلع مثلا في الحتة انا عايز اوصلها ما بقيتش قادر اتحرك بقيت حياتي كلها باقسة حتى النوم بقى حسس ان في حاجة كتمع على نفسي كانت حياة باقسة علشان كده الرشاقة سعادة الرشاقة هتخليك ان انت تفكر بعقل تخليك ان انت ازاي تفكر تحل مشاكلك اللي في الحياة لكن التخنة هتلاقيه هم بيحاول ان هو يدوس عليك الموضوع سهل وبسيط والله يمحتاج منك الالتزام كلمة السر هي الالتزام ما تبقاش في بداية المسابقة تبقى قايم وجري بقى وخلاص انا هحقق واكسر الدنيا ومش عارف ايه وبص بقى صباح الالتزام وفجأة لقيك ركنت ومش قادر تتحرك لا اصلا انا خارج مع صحابي النهاردة وراحين مش عارف ناكل فين ومش عارف ايه لا واقف ده كله ان شاء الله حتى تبقى قاعد بعيدة عن اصحابك خالص زي ما انا عملت انا جيت في الفترة اللي انا ابتديت فيه هرجيم كان اي حد يكلمني يقولي يالله عشان احنا هناكل سوا في الحتة الفلانية يقوله معليش ياسه انا هتعبان شوية ما كنتش بكذب على فكرة لاني انا كنت تعبان واني حلي وحلي اللي انا فيه ده ان انا ازبط اكلي وانا عارف ان انا لو رحت معاهم هيجبروك بشكل ما ان انت انت تاكل معاهم ما كانش عندي القدرة ان انا لسه اواجه الاكل ما كانش عندي القدرة ان انا اواجه الاكل من غير ما مدي ايدي كنت لازم اضرب نفسي في الاول بس بعد كده لما مشيت والتزمت وعرفت ان انا اتحكم في نفسي حطني بقى في اي حتة حطني في اكبر عزومة لدرجة ان انا كان في بعض الناس كان بيبقى عندهم الفرول بتاعهم في الشغل عندي وكنت بقدم وكنت بقدم الاطباق الحلويات كده للناس عادي خالص ما كنت عامل الرجيم بقى يعني عادي مفيش مشكلة ما كنتش حتى اكل وامدي ايدي على حاجة كان بيبقى فيه ناس عندي معزومة في البيت وعادي خالص ياكلوا عايزين ياكلوا مقلي عايزين ممرحتهم بقى لكن انا كنت ملتزم بالاكل بتاعي علشان خاطر الالتزام الالتزام قواني خلاني بقيت قوي قوي وقادر ان انا اتغير وغير اللي حواليا كمان كنت بادعي ربنا ان هو يستجيب لي علشان خاطر اتغير كنت بادعي ربنا اني بس اوصل لهدفي علشان كده لما كنت بلاقي الكومنتات بتاعتكم الاقي واحد قاعد بالليل كده وعمال يدعي ربنا ويقول يا رب عايز اتحق عايز اغير من نفسي وعايز اخس لاني تعبت كنت بافتكره كنت بافتكر الموقف بتاعي بالزبط كنت بافتكر وبقول ربنا استخدمني لما انا تعيته وحقق لي هدفه هدفي وجيت انا دلوقتي بقيت مصدر تشجيع لناس كتير جدا بشكل غريب جدا لدرجة ان انا وانا قاعد قاعد بعمل البوست وبعمل الفيديوز وبعمل الحاجات دي وحتى قاعد شغال على الموقع عمال اعمل شوية بروكرامنج في حاجات ومعرفش ايه بقيت بس قال نفسي هو انا تعلمت الحاجات دي ازاي اصلا انا اصلا ما كنتش عارف حاجة من دي خالص انا كان اخري في الحاجات الويندوز ومش عارف ايه والوفيس والاكسل ومش عارف ايه عرفت الحاجات دي امتى اعرفت المونتاج امتى عرفت التصوير امتى عرفت حاجات كتيرة قوي عرفتها من اين عنشان خاطر ربنا كان واقف معايا وقال لي انت كده حققت هدفك ساعد غيرك بقى ربنا فتح لي الابواب الكتير قوي لان اجتهت اجتهت في ان انا كنت بخلص النية ان انا اغير الناس اتعرض علينا عروض كتير جدا علشان نحولها لبيزنس لبيزنس ونكسب منه فلوس كتير ولكن كان رد عليهم ان الصفحة والقناة هتفضل كده هتفضل ان هي تساعد وتكون عاون لكل واحد فيكم عايز يحقق هدفه علشان خاطر يساعد غيره وتبقى سلسلة كبيرة قوي سلسلة وصلين كلنا في بعض نبقى عيلا كلها واحد مفيش حد بتاع مصلحته ياخد الحاجة ويجري علشان كده عايز اعلمك وعايز اقولك اني اوعى الفيديو او اوعى البوست يوقف عندك بس خليه شاركه مع حد تاني اعمل منشن لحد وقوله تعالى اتفرج تعالى يمكن تتغير اوعى تكون خايف ان انت تقول للناس ان انت بتعمل رجيم اوعى اوعى ابدا لانك ما بتعملش حاجة غلط بالعكس ده ربنا هيعينك اكتر ده ربنا هيوقف معاك اكتر وهتلاقي فيه ابواب كانت مقفولة وانت عارف ان عمرها ما تتفتح في دماغك لكن ربنا بيفتح حالك ازاي ما تعرفش ازاي ما تعرفش علشان كده بقولك الله يرضى عنك حاول تغير من نفسك حاول ان انت تكون مصدر تشجيع لغيرك اوعى توقف الخير عندك ابتدي الخير بنفسك ولما تبقى قوي واجه الناس كلهم وقولهم انا هتغير وانا بوعدك ان انت لو التزمت بالمسابقة دي هتتغير اصلا بخاف اقول ان انا بعمل رجيم فحد يحسدني محدش هيحسدك محدش هي يعني الحسد دا تكلمنا عنه قبل كده اخرك هتحس نفسك متضايق شوية ولكن ربنا معاك ربنا معاك اقوى من اي حد اخلص النية بس لله كده وهتلاقي الدنيا كلها بقت معاك هتلاقي الشخص اللي كان بيقف وبيحاول ان هو يحبطك هتلاقيه يا اما بيساعدك يا اما سابك ومشي ربنا بيبعد عنك كل شر وتلاقي كل الخير هو اللي حواليك بس كنت في عزة لسه من كام يوم كده وكنت ببص كده على الناس يعني يعني واحد زميلنا كان والده متوفى وكنا واقفين حواليه قلت ايه يعني سبحان الله حكمة ربنا في العزة وان احنا لما حد يبقى في مصيبة يعني يعني نبقى حواليه علشان نخافف عنه علشان ما يحسش ان هو وحيد الانسان لما بيبقاعد لوحده بتلاقي ان بيكتائد بيبحس ان هو مخنوق علشان كده بقولك حاول ان انت تكون موجود في الصفحة اوعى تبعد عن الصفحة لو انت بتشوفنا على القناة كل يوم اوعى تطلع من القناة خليك قاعد تبص علينا كده وخليك متابعنا لو انت تقدر تشارك بكومنت اقدر شارك بالكومنت حاول تكون متفاعل خليك في وسطنا اوعى هتبعد عننا اوعى هتقول لا اصل انا بقص انا الناس دي بتقنب ضميري ومش عارف ايه بتاعه الكلام ده لا اوعى هتقول كده بالعكس ده هو ده اللي مطلوب ليك المطلوب ليك ان انت تكون متواجد في وسط ناس في دراسات بتقول ان السر لنجاح اي بني ادم في حاجة معينة ان هو يتواجد في بيئة بتخليه ان هو يحقق الهدف بتاعه ده من خلال تواجده مع ناس ليهم نفس الهدف علشان كده انا بقولك احنا كلنا هدفنا ان احنا نحقق حلم الرشاق لما هتلاقي ناس حواليك ليهم نفس الحلم وليهم نفس الهدف هتلاقي نفسك الموضوع بقى سهل عليك قوي الموضوع هيبقى بسيط مش هتحتاج لاي حاجة خالص علشان كده بقولك خليك معانا خليك معانا والله انت اللي كذبان انت اللي هتحقق هدفك زي ناس كتير قوي كانت بتقول هو انا ممكن اتغير وانا واحد منهم والله انا واحد منهم انا كنت مش متخيل ان انا ممكن في يوم من الايام ان انا حتى خس خمسة كيلو خسيت يعني ما يقرب من خمسين كيلو وبعد كده بقيت مصدر تشجيع لناس انا ما كنتش احلم بده اصلا ما كنتش متوقع ابدا ان انا ممكن ان انا اقنع واحد بس ان هو يتغير ما كنتش متوقع ان انا ممكن اقف قدام كاميرا واقعد اتكلم كل يوم واقول رسالة رسالة تشجيعية اثرت في نفس كتير جدا الرسالة اصبحت بتأثر في ناس لدرجة ان هي كبقت مصدر التشجيع والبهجة لناس كتير سبحان الله ازاي ما عرفش ازاي ممكن تقولولنا ازاي في الكومنتات ولا ايه طبعا الناس اللي بتقول هو انا ممكن اشترك في المسابقة اي حد ممكن اشترك في المسابقة اي حد ممكن يشترك في المسابقة ما تسألش السؤال ده ابدأ فورا طب ابتدي ازاي هتلاقي في صندوق الوصف تحت كده اللينكات اللي توصلك للتطبيق بتاعنا وصفحتنا وكمان للموقع بتاعنا علشان خاطر تحصل على النظام وممكن تشوف الفيديو بتاع النظام شرح النظام من هنا وكمان تشوف الفيديوهات اللي فاتت من هنا ومن هنا وما تنساش تصبح علينا وتقولنا صباح الفل لانك صباحك بيفرق معانا قوي صباح الفل عليكم السلام عليكم